مرحبا كيف حالكم اتمنى ان تكونوا بخير بالبداية خلوني اعرف عن نفسي لا لي ما بيعرفني جريمين سومي ميضا انا سومي هو اختصار لاسمي سو نادوني سومي ايضا هناتي يعني هي ملتقى لكل كيدراميين بنتشارك مع بعض حبنا للثقافة لثقافة الكورية وللكيدراما اكتر يعني من خلال انه بنزلكم فيها درامات هالشهر افضل كيدراما يلي بتنزل حاليا بنصحكم ايضا تحليلاتنا عن الكيدراما لما بتكون دراما جديدة عامتين عرض بتشارك مع بعض تحليلاتنا توقعاتنا شو رح يحصل بالحلقة القادمة بتشارك معكم حبنا للثقافة الكورية بشكل خاص ولا الدراما الكورية نتشارك في نشر الثقافة الكورية اكثر يعني ليش الكيدراما يعني بتسألوني ليش اخترت الكيدراما او لماذا صراحة لانه من خلال الكيدراما تعرفت على الثقافة الكورية من خلال الكيدراما بنتعرف اكثر على كوريا على الثقافة الكورية لانه الكيدراما على حسب يعني وجهة نظري تقريبا تعتبر بوابة للتعرف على الثقافة الكورية نتعرف مثلا على تاريخ كوريا من خلال درامات الكورية التاريخية نتعرف على النظام المدرسي في كوريا من خلال درامات المدرسية نتعرف على طبيعة المعيشة في كوريا على الحياة بصفة عامة في كوريا من خلال درامات العادية يعني من خلالها نتعرف أكثر على كوريا أيضا بشارككم رحلتي في تعلم اللغة الكورية مثل ما بتعرفوا خلصت المستوى الأول والآن أنا في المستوى الثاني للغة الكورية رح أشارككم نصائح وشو تعلمت ووين أنا واصلة حالياً في اللغة الكورية وأيضاً رح أجرب معكم سلسلة جديدة هي سلسلة تجاربي في المطبخ الكوري رح نجرب مع بعض وصفات للأكل الكوري نشوف الوصفة على ندور على الوصفة على اليوتيوب ونجربها مع بعض المرة الماضية نزلت أول حلقة جربت معكم الكيمباب الكوري وهالمرة حنجرب وصفة جديدة بإذن الله ونشوف شو رح تطلع معنا أكيد رح تطلع طيبة يعني أنا عاملتها رح تطلع طيبة هم بمزح وهذه هي وصفة فيديو اليوم اسمها كيمتشي فرايد رايز اسمها هيك كيمتشي بوكيمباب بالكوري اسمها بينطق كيمتشي بوكيمباب يعني كيمتشي هو الكيمتشي باب والتي هي الأرز تخيلو كنت دائما بشوفها بالدرامات وبشتهيها فلما بحثت طلعت الوصفة كثير سهلة ما بتحتاجها مكونات كثيرة بس المكونات الاساسي اللي هو الكيمتشي فعم شاهيكم معي فهلا يلا روح نجربها مرحبا بكم في المطبخ يلا نبلش وصفة اليوم رح أحكي لكم المكونات رح نحتاج كيمتشي اللي هو المكونات الاساسي أرز مطبوخ بصل أخضر وصويا سوز وأوراق الكيم أو أوراق الكيمباب أو أوراق السوشي مثل ما بتزموهم بالمناسبة المطبخ بالكوري اسمه جوبانك جوبانك يلا نبدأ حطيت بالمقلاد شوي زيت زمزم أو زيت عادي إذا بدكم حطيت معه البصل الأخضر وقلبتهم بس شوي على النار الخطوات كثير سهلة أصلاً رح تشوفوهم رح تعرفوه بدون ما أحكي حطيت عليها الكيمتشي قلبتهم بس شوي وبعدين ضفت عليهم الصويا سوز تقريباً ملعقة قلبتهم مع بعض وضفت عليهم معجون طماطم أو صوص طماطم إذا ما عندكم صوص طماطم فيكم تعملوا معجون طماطم تخفوه بس في شوية ماء وضيفوها عليهم وبعدين أخر شي حطيت الأرز المطبوخ خلطتهم مع بعض وهيك صارت أكلتنا اليوم جاهزة كيمتشي الأرز المقلي أو كيمتشي بوكيمباب كيمتشي فايد رايز كلها اسمها الطبخة وهيك صارت الأكلة جاهزة رح جاهزها في صحن التقديم مثل ما عم بتشوفو بالمناسبة ما حطيت لا ملح لأنه الصوية الصوص أصلا بتيجي مالحة وبرضو ما حطي التوابل أو أي إضافات لأنه الكيمتشي أريد يعني بيكون منكة فيه نكهة كتير حلوة وهيك خلصنا ثاني طبخة من طبخات الأكل الكوري تجاربنا في المطبخ الكوري زي أنتها بالبصل أخضر من الفوق وبرضو من أوراق النورية مقطعين بشكل رقيق أو صغير ترى الشكل لوحده عن جد عن جد بيشاهل يلا نجهز طاولة السقدي وهلأ صار وقت أنه نتذوقها رح أحكي لكم على طعمات حطيت طبختنا لليوم مع شرائح الزنجبي الطبخة عن جد بتجنن يعني أنا ثاني طبخة يعني أجربها وكتير حبيت الكيمتشي لوحده ممكن يعني أول مرة بيتذوقوا ممكن ما بيعجبوا ولكن لما تجربوها في هذه الطبخة يعني مع هالأرز رح يطلع عن جد عن جد مزيج كتير لذيذ كتير حلو تنتمشي السياء عن جد يعني بدون مبالغة حتى أهلي ما حبوا الكيمتشي لوحده لكن في طبخة اليوم كتير حبوه لو لقيتوا الكيمتشي الكوري بلدكم بيمباع فاشتروه وجربوه بوصفة هذه أظن المرة الجاية لازم أجرب الكيمتشي لازم أجرب أعمل الكيمتشي بالبيت حسيت حالي بمطعم كوري عزم حالي على مطعم كوري كل شيء من إعدادي وهيك عملت أجواء كورية وهيك عشان أحس أني في كوريا حطيت فينشنزو عشان أخليه يضوق طبخي وطبعا حيقول ماشيسو يعني حيعجبو لأنه أنا عمل جو في قبل اللبس المهم هيك منكم خلصنا فيديو اليوم إن شاء الله يكون أعجبكم نلتقي في فيديو جديد مع طبخة جديدة أهلاحي لبن شكرا